التعلق بالشهوات المحرمة من أخطر أمراض القلوب إذ يتعلق القلب بها حتى يصير أسيرا عندها عبدا ملازما لها تملكه ملك الأسير قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى صخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لأنه أسير لها يترك لأجلها الواجبات ويفعل لتحصيلها المحرمات وقد سمى الله تعالى المتعلق بفتنة النساء مريض القلب فإنه لضعفه وعلته يميل إذا عرضت عليه أدنى فتنة قال تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله فإن صحته أن يكون عالما بالحق محبا له مؤثرا له على غيره ومرضه إما بشك فيه وهذا مرض الشبهة وإما بإيثار غيره عليه وهو مرض الشهوات فمرض المنافقين مرض شك وريب ومرض العصاط مرض غي وشهوة وقد سمى الله تعالى كلا منهما مرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ومرض الشهوات هو أن تستولي شهوة ما على قلب عبد فيتشرب قلبه بها فيؤثرها على مرضات الله تعالى هذه الشهوة قد تكون في الأصل مباحة لكن تعلق العبد بها تعلق الأسير فأصبح أسيرا لها فالمريض بشهوة المال يحمله مرض قلبه على تضيع الواجبات وأكل الحرام من الربا والرشوة ونحو ذلك والمريض بشهوة الجاه ومحبة الثناء والحرص على السلطان يحمله مرضه على الرياء والظلم والنفاق والمريض بشهوة النساء يحمله مرض قلبه على النظر المحرم والعشق وربما حمله على الزنا ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فحرص المرء على المال والجاه بحيث يصير أسيرا لهذا الحرص مفسد لدينه أعظم من إفساد هذين الذئبين الجائعين ودواء هذا كما قال يوسف بن أسباط خوف مزعج وشوق مفلق أما الخوف فهو خوف من الله ولقائه وعذابه يحمل العبد على مخالفة الهوى وإيثار مرضات الله تعالى قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما الشوق فهو إلى لقاء الله وجنته يهون على العبد ترك الشهوات المحرمة لأجل النعيم المقيم